مرحباً بكم في مدريد تراز المعماري هنا في مدريد يشبه لباريس لكن هنا أجمل من باريس لا يكتبون عليكم ميلي قلنا ماذا لدينا في السطور أبو كابوتوس أبو كابوتوس أبو كابوتوس و أبو كابوتوس سوف يتجبون عندما ننتهي من وجوة الفطور قلت لأميلي سنشد المتر ونرى سطاد مدريد مدريد لا ترى سطاد تضع قليلاً وصلنا إلى دخل سطاد كان جيداً كان جيداً نرى سطاد برنابي أبو كابوتوس أبو كابوتوس هنا رانا دخل مدحف الملعب الله يبارك ندريال مدريد فاس بالكثير من البطولات والجوائز الشيء الذي أدهشني عندما رأيت البالوندور كل من كريستيان ورونالدو وزيدان في المدحف منوش نلقاه ملتمة شيء مدهش كيف ترى بالبالوندور يعني عن ديراكتومون كما لاتيني خوتي على البدل الشعور يعني كنتنا نشوفه في الاتيني خوتي يدني بالبالوندور مرما حادي بسحكي تجي وتشوفه كيف هو مصفلوح دقاء خوتي خرجنا من المدحف ورحو ديراكتومون استطاق أرانا دخلي تريد أميلي بانصول ريال ماذا؟ ريال مدريد ماذا؟ في المدحف لا تظهروا لم يكن تدوى أميلي بانصول ريال مدريد ومن المدحف في المدحف تدوى أن تدوى أن تتعرضوا في المدحف قالتنا اميلي بانصول ريال مدريد ايا شريف اتمنوا من المدريد ومنوا نشوف الشيء اللي لازم تجربه كي تجيو الاسبانيا سواء مدريد او اي مدينة هنا في اسبانيا هي لابيضة طبق الشعبي المعروف هنا في اسبانيا شوفوا واش لقيت في اسبانيا خلقي شوفوا واش لحوص على واحد يقتله اردنا وصلنا البرك ديري تيرو وهو حديقة كبيرة متواجدة في وسط مدينة مدريد حيث يتواجد بها بعض الحيوانات وايضا في القوفي العروض والعب للاطفال الصغار والبارك هذا الثاني خلقي في بطري مونتع اليونيسكو شوفتوا خلقي هذا الموني مورا مرايا وانديراك فرومانو هذا خلقي تم بناءه في عام 1902 للملك الفونسو الثاني عشر لإحياء الملكية في اسبانيا موسيقى كيفاش عجبتكم شوية هذه الموسيقى اينديكم معانا الى بلاتزا مايور واحدة من اجمل اماكن للزيارة في مدريد والمتواجدة في وسط المدينة وقدم البلاسة هناك بائع للوقا معروف اسبانيا موسيقى اسبانيا معروفة باللغة ماذا قلت لنا كلفة؟ تورون وش لازم تعرفوا ثاني اسم اللوجة بالاسبانية هو تورون طورut تورون موسيقى لنفسي شكرا 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 سوف ندفع بشيكولا جميل شوكولا هذا شوكولا نوزد الميلي اي نوع من لغة تريدين ان تشتري؟ نحن 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 حسنا لغة واللهجة تعكس هذه من احدى الصور القديمة في المحل حيث يعود تاريخ هذا المحل الى 1883 اليوم الثاني في مدريد هيا لنستكشف اماكن اخرى موسيقى وصلنا الى البالي روايال القصر الملكي هنا في اسبانيا بالصح لكي تدخل يجب ان ندخل لشان كبيرة بورا ندخل لشان كبيرة بالصح لن ندخل لكي نجيب الحليب نرى البالي روايال وخوتي اذا اعجبكم هذا الفيديو فعلوا رمز الجرس كامل الفيديو اللي راهم جايين اصلكم خوتي كامل الفيديو اللي راهم جايين كامل الفيديو اللي راهم جايين اصلكم خوتي اصلكم خوتي كامل الفيديو اللي راهم جايين يتمثل هذا الملمنة في قصر ذو وظائف تشريفية فقط تم انشاء هذا القصر بين 1738 و 1755 باوامر من ملك فليب الخامس ويعتبر من بين اجمل وافضل قصور في العالم هذا اللي راهم وراي معبد امون طيب راح تقولوا كيف معبد امون معبد امون في مصر بالصح اسبان بدأوا بعض الاحجار من مصر وصنعوا به معبد امون هنا في اسبانيا تبقى الاصل هذا اللي را في مصر ايا تبعوني خلطين راح نوري لكم المارشة هنا في اسبانيا هنا عندكم مارشة حلوف يعمل ميكوت وميكوت 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 يعمل مدين حلوف وانا جوجد لكم نقاط راديوسونال وعندكم تنيف الفاكر وفوضار هذا مارشة لكل صح كاين مزاف الغاجر بطاطة 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 بعشرانين ماذا بك شريف؟ على كل شيء هذا السوق تلقوا كامل أنواع السمك وأنواع اللحم وأيضا بعض المأكلات الشعبية والوجبات الخفيفة وأيضا الحلويات شرينا طاكوس بالحوت بالحوت هناك السمك والسلمون والخيرنية والسلمان 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 بسم الله ونجد ونجد المصدر بطاطة شريف؟ هناك السلة ريكاردو صحتر يا女兒 هذه كرة بسم الله مع الشيكولاتة م أحد شريف wannabe ونسألنا موجودة جديدة إذا انتهى الآن إلى مدحف Reina de sophia وهو مدحف الفنانين في مدري ومن بين الأشهر تحف الفنية المتواجدة في المدحف تحفة بيكاسو من لا يعرف بابلو بيكاسو أشهر فنان في العصر الحديث تحفة واحدة منه تساوي الملايين وكلنا سنشر قحدة إذا نوصلنا إلى نهاية الفيديو ابنوا ومتنوه ومتعونا ومتعونا في القناة ومتعونا في الفيديو ومتعونا معكم يا الله خالبي صباح ناراكم في فيديو جدي peace